لكن النهارده كابتن عماد تألق واضح لأفش النهارده بيستغل الفرصة من بداية المباراة أفش ينزل الشوت التاني يقول أنا موجود النهارده بيبتدر المباراة بيقول أنا موجود بيصنع وبيسجل والنهارده شوت أول رؤية على محمد مجد أفش أكيد هو شوت أفش طبعا يعني بصراحة أداء مميز جدا هدف ويصنع ويدي المرة السبعة لأفش يهدف ويصنع عمل هدف مروغة وفتح لنا المباراة في أول الهدف جيه في دي أربعة عشر أه دي أربعة عشر بعد ربع ساعة يقدر أنه يختارك من الجنب اليمين احنا كنا نحطين في الجنب اليمين طاهر أكرم خالد عفتاح لكن دي الإنسابية والتحرك والمركزية اللي موجودة وتحرك في الجنب اليمين وعمل مروغة وعمل كروس وكهربا برضو اللي اتكلمنا عليه في التوفيق وعدم التوفيق كهربا النهارده كان ممكن في الشوت الأولاني يطلع جاب جنب واثنين وثلاثة لكن التعاون كان مهم جدا معنا الهدف محمد مجد أفشا وانتو مع طاهر في مساحة ديئة طبعا ده اللي كنات بتكلم فيها سواء قبل المباراة في إنكار الزات في أن لو أنا 99% وزميلي هبة 100% لا زميلي هو 100% مش في الوانتو بس كمان لا ده في الهدف التالت اللي كان فيه من كهربا وطاهر وحسين وعطيت الله كان تحاول سريع من مناطق دفاعية للمناطق الهجومية بسرعة والتعاون ما بين الأربعة الأربعة لما سكور لما بتهاجم بأربعة ممكن اتنين بس يلمسوا سكور لكن الأربعة لما سكور بداية من طاهر لعطيت الله لكهربا واللي نهى الجوني الثالث حسين الشحات أكبر دليل على إنكار الزات ما بين اللعيبة واستغلال الفرص كان ممكن نوصل فيه لعدد أهداف أكتر طبعا من ثلاث أهداف كان ممكن بفرصة كهربا الغريبا نوعا ما طبعا الجوني بفاضي مع سوء توفيق كبير لكهربا وإحنا نتفرج أنت قلت بس لو استلامها هي تدخل الجل وحدة إنه لو الاستلام بس وجوني فاضي لكن أنا بكلمك كمان على التحول لعطيته الله من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ووصوله للمكان ده وخروجه حرس المرمى عليه فعمل أسست ولا أروع لكهربا لكن كهربا طبعا ما بيلش هدية لكن أتمنى إن شاء الله ننشوط التالي في جيب الهدايا